السؤال الأولى اللي اللي وصلنا بيقول إزاي حضرتك يا دكتور عمر الحمد لله في نعمة وبركة ويا رب يجعلنا دايما في صحة وفحافية ان شاء الله يقول لي إيه الفرق ما بين القدر المعلق والقدر المبرم القدر المعلق ده اللي ورد فيه حديث رسول الله سلم إن الدعاء والقضاء يتعالجان فأيهما غلب كان الأمر له يعني فيه أشياء خلاص ده قدر مبرم وقضاء مبرم خلاص ما بيتغيرش ده ولكن الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير الأشياء اللي انت بتروح تدعو فيها الله سبحانه وتعالى يجعل من لطف ومن كرم فيها تعليق يعني ايه تعليق ايه زاد عوت وكنت مخلص لله سبحانه وتعالى وأقبلت الله سبحانه وتعالى يعاملك بايه بهذا الأمر فيغير الحال يظهر ده بقى في قولي صلى الله عليه وسلم وان أراد أن يبرك له في رزقي وينسى له في أجله فليصل رحمه كل الحاجات اللي فيها بركة وكل الحاجات اللي فيها ساعة وكل الحاجات اللي فيها تغيير ده بيكون من فضل الله ورطفه والسر ان ربنا سبحانه وتعالى جعل القدر فيه مبرم وفيه معلق لطفه سبحانه وتعالى عشان تبقى عارف دايما ان القدر اسمع بقى انا دايما بقول تعريف القدر كده القدر ماذا كتاب وود الله غمس كتب بمداد من لطف الله فالقدر ده ده اللي مخبونا ربنا من الألطاف اللي مخبونا ربنا سبحانه وتعالى من الود ومن الجمال وعشان كده لازم نعرف ليه السر اللي ربنا جعل فيه قدر غير مبرم فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل دائما لنا بركة وفتح وتوفيق الى الدعاء والى الاستجابة والى الساعة والى النور والى البركة